السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة كنتم مني ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخر ولا اعجبكم متنسوا تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوصلوا الجديد اللي اجداد على القناة والاقدام كنتم تقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة وعلى التعليق الزوين اللي كتحطوا لي ودائما مع السهل والبساط بسم الله انا عندي وحد ربعات الحبات ديال البدينجان اللي غدي نديرهم شرملين وحد شرميلا اللي كتشي لديدة وبسيطة بسم الله انا هنا يا بعد ما نقص نص ديال القشر ديال البدينجان كنقطعوها كرقيق انا عندي هنا يا دنجال صغير وكنستمر عليه كنقطعوه بحل هكا كيكون رقيق ما كنغلضوش البدينجان الفران ديالنا كيسخن على 180 دراجة لان البدينجان رقيق كنشعلو الفران يسخن كنوجدو بحل هكا البدينجان او الدنجال صافي غدي نضفع لي شوية ديال الملحة ونخليه بحلقك تسرقدو هكا شوية الملحة بنمس خلينا هكا الفران 11 دقايق رغض يطلق داك المديالو اللي كيكونك حل وردي نجيب هنا يا وحد للمنديل وكنشف منجال من هاد الملحة ومن داك المل كيطلق نضغط عليه بحلقة مزيان حتى كيتنشف مزيان نضغط عليه بحلقة في المنديل كحل صافي كنحيد الكيمياء اللولى وكندير بحلقة في واحد اللاطة كنستفقه بحلقة في اللاطة كنستفقه واحدة 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 ولبن كنشي واحدة لقيقة وخا كنحطها فوق الثانية رماشي مشكل لان الفران عندي فيه الفرفرة راه كيطيب كل شي ولعنكم فران عادي مافيش الفرفرة او الفران دي القنز كتباعدوهم بعضياتو شوية كديرو الشلاطة اللي كتكون شوية كبيرة ثم شفتو المال اللي كيطلق وكنزيد هكا كنشف بنجال ديالنا بحل هكا بكيبقى الشارب حتى هديك الملحة اللي درنا صافي كنستفوه بحل هكا كندخلوه الفران كنخليه كيت شوى انا هنايا كنغطى عليه بلاطة اخرى باش كيت شوى على خاطره كنضيف واحد شوية ديت زيت البلدية او زيت السيتون صافي وكندخلو الفران وكنرجع كيفما قلت لكم وكنغطى عليه بوحد اللاطة كنرجع عندي حبا ديال الففلة من حيث لها تزريعة ديالها وكنحيث دك اللو بلي كيكون هكا بيض في الداخل وعندي بصلة صغيرة هنرا كددلو الكيمياء اللي كدد افرد العائلة كنقطع البصلة كنقطعها هكا رقيقة وطويلة بحل هكا على الطول ديالها نقطع رقيقة باش ضغية كد طيب نزيد الثاني صافي غدي نجيب واحد المقلة كنضيف فيها كالفلفل والبصلة وكنفتت هاد البصلة مزيان باش ضغية كنتوجد معنو ضغية كالطيب كندير شوية زيت البلدية او زيت الزيتون وكندير شوية زيت نباتية وحجج معالق كندير هنا يا عندي البودرة ديالتوم انا مبقاتش عندي الطرية كندير كمون وشوية ديال البزار وشوية ديال بابريكا او تحميرة وشوية الملحة ما تنقويش الملح لاننا نردرت الملحة كفل بنجال وكنخليها بحلقة كتشحر انا غادي نرجعو نشوفو البدينجان راهو طاب صافر هكاية طيب بحل هكا خدم معانا واحد خمستاشر دقيقة كان موجود كان نرجعو بحل هكا اللبصيلة بحلها كولفلفلة كان حركم واحد سباطولة ديال العود هنا عندي واحد نصحبة ديال ماطيشة وعندي مركز طماطم اللي ديره هكا في الفريقوف المجميد نجبت هنا واحد المعلقة صغيرة ودرت فيهم شوية ديال الماء واحد نصف كس ديال الماء فاش غادي الطيب هات شرميلة صافوك نخلي هكا الطيب حتى كالطيب مزيان انتو ما شفتو معايارها تلقات هديك المواطيشة تلقات الماء لانه لانه هنا سلعة فيه والماطيشة المركزة هو رهي بحل هكا ديال وكان طيب في هاد الفليفلول بصيلة بحل هكا نضلى صوس كيجي رائع مع الدنجال بحل هكا صافي غادي نجيب الدنجال وكان بده نضيف الدنجال باش كيتشرب هكا هاد الشرمولة غا طابس صافي غادي ندير واحد سباطولة كو بده نخلط باش كيتشرب لنا هكا ديال هنا اللي تيبغي الزيتون كيزيد عليه الزيتون والحامض انا كتفيت به بحل هكا مش منزيدش نبلحو هكا بالزيتون صافي كنخلط مزيان وكنخليه شوية كي طيب باش كيتشرب واحد عشر دقيق على عفية مهيلة صافي هنا يرا هي وجدات تقريبا شفتو البدينجان حتى هو را تشرب ديك تتبيلا وتشرب ديك اللاصوس اللي ذات صار فيه كنحطو وكل ديالنا بصحة وراحة كندروها كاكا وجبة عشاء او كندروها في الغداء يعني على حسب وما تنسوش الى عجبكم فيديو ما تنسوش شاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوصلوا بالجديد اللي اجدد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة وعلى التعاليق زوين اللي كتحطوا لي وقد نخلكم مع الصور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة